السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد أبو عرب ونحن اليوم معك Grade 5 Connected Plus 5 Capsule 3 اللي هي الدرس الثالث في جونيت 5 الدرس ده يتكلم عن comparative و superlative نشرحه أحسن على شيت كده فركز معي الدنيا سهلة بص يا مستر الولد ده واقف لوحده لو انا حبيت اوصفه انا هاوصفه بصفة يعني صفة ما فيهاش اضافات فيها يعني هقول مثلا ان هو he is tall he is fast نفس الكلام لو انا عندي البنوته ده ايه هقول مثلا she is beautiful she is slow هكذا طيب انت لاحظت من الصفات ده ايه ما تحطش بعدها اي اضافات ليه؟ لان الولد ده واقف لوحده والبنت ده واقف لوحدها حلو جدا لو انا بقى جبت الولد ده وجبت البنت دول وحطتهم الاثنين قدام بعض في الحالة دي انت بكروا ما بين كم واحد ما بين 2 حلو جدا يبقى حضرتك زي الشاطر كده تجهز معاك في ايديك وانت داخل عليهم قلبة زان كده اصلي طيب زان ده لما تشوفها بحط معاها لاما ايه ار لاما مور لاما لس يبقى زان يا مستر يجي معاها حاجة منين من التلاتة دول طيب ماشي امتى حط ايه ار وامتى حط مور وامتى حط لس قبل ما اقولك السؤال ده او قبل ما اقولك اجابته هقولك ان مور معناها اكثر ولس معناها اقل حلو ايه ار ده هنا بختارها لو انا عندي صفة صغيرة يعني مثلا صفة زي كلمة طول ده هي صغيرة فبقول طولر طبع عندي فاست فبقول فاستر خلصت طيب امال صفة بقى زي بيوتفول هنا بقى بيوتفول ده هي كبيرة صفة كبيرة او بص كده كزا مقطع بيو تي فول تلات مقاطع ما ينفعش هحط لها اي ار امال هحط قبلها مور او لس يعني لو البنت ده هي اسمها نوها والبنت ده هي اسمها هبة مثلا عايز اقول انه نوها اكتر جملا من هبة مش انت بالكرر ما بين اتنين اه في الصفة اللي هي بتاعت بيوتفول اه يبقى انت داخل معاك في ايديك شنطة الايه او علبة الزين طيب لو اكتر جمال هتقول لي مور يبقى نوها is مور بيوتفول ذان ذان مين هبة طب سؤال يا مستر ايه سأل لو قلتلك ابدأ بهبة بسيطة يبقى انت هتعكس اهو وبرضو هتعكس الصفة ده هي بدل مور هتبقى لس يبقى نوها is less بيوتفول ذان نوها مش فاهم مش انت بتقول لي ان نوها دي اكتر جمالا من هبة اه يبقى هبة دي ايه اقل جمالا سهلة اهي طيب لو انا بقى يا مستر جبت هبة وجبت نوها وجبت الولد ده هول احنا مش عارفينه اسم لحد دلوقتي انت في الحالة دي انت بكرن ما بين واحد وما بين جروب ما بكرنش ما بين واحد وواحد اكتر من واحد اهو plus two اكتر من اتنين في الحالة دي بقى يا مستر انت هتخش معاك بكلمة زا بكلمة زا ده هي تيجي معاها حاجة من التلاتة دولة ما استي وملاحظ كده هن هي اخيرها تي زي زا او حط كلمة بصمور هنا اتحط تطلع حاجة برضو اخيرها استي most او كلمة list هتبقى شكلها كده list اخرها استي يبقى التلاتة اخرهم استي طيب انت زي اللفوق er مش انت كنت بتحطها لو صفة صغيرة short ايوه ايوه في الحالة دي لو انا عندي صفة صغيرة هحط est يعني كلمة طويل ده وعايز اقول الاطول مفيش اطول منه ويبقى that to list طيب لو beautiful بقى في الحالة دي عايز اقول ان البنت انها دي الاجمل مفيش اجمل منها يبقى الاكثر the most beautiful طب لو هي اقل جمالا بقى الاقل جمالا خالص ربنا معاها هتبقى the least الاقل طيب انا كده تقريبا خلصت كل اللي انا عايز اقوله معاها حاجة صغنانة كده قولي يا مستر بص انت عندك كلمة زي كلمة good ادي good كلمة good ده هي لو انت مع ذا انت المفروض بتحط لها er عشان هي صفة صغيرة gooder ومع ذا المفروض انت بتحط لها est t صح كده على كلامك قالك لا كلمة good يا مستر هيا و bad اللي اتنين دول بيسموهم regular adjectives يعني ايه الكلام الكبير ده يعني صفات شازة ما ينفعش يتحط لها لا اي ار ولا مور ولا مست ولا الكلام اللي انت بتقوله ده اما دول تتحفظ لو انت كلمة good ده هي الرجل فتح اجواس وحط اللي اجزان يبقى جود ده هي بتتحول ل better يبقى جود معناها جيد better معناها ايه افضل من طب لو انت عندك زا يبقى في الحالة دي هتحط best تتحفظ يبقى better better افضل افضل من best الافضل طب كلمة bad برضو ما ينفعش اقول better لا better ولا ما betterش معزان هشيلها خالص وحط worse طيب معزاه هشيلها خالص وحط worst يعني مثلا ايجا اقولك كده هو عادل is the boy at my class لو انت مشيت على القاعدة دي حطت لي هنا هو est est هتبقى غلط عمال هتحط est هتبقى best تتحفظ طيب في بقى طبعا بعض الصفات اللي هو تعريفها يعني في قاعد الصفات زي مثلا انت لو عندك صفة زي nice كده هو اخيرها i يبقى انت في الحالة دي بتحط لها r او بتحط لها est بس يعني nice دي ما ينفعش تحط لها r كده تبقى غلط nice دي ما ينفعش انت تحط لها est كده هتبقى غلط طيب لو انت عندك صفة مثلا زي happy اه اه لو اخرها y قبلها ساكن y دي بتتحول ل i فبقول happier اه اه ما ينفعش اقولها كده هو هتبقى غلط طيب حط ل i cd برضو y بتتغير ل i هتبقى happiest طيب اخر قاعدة لو انا عندي صفة اخرها ساكن قبلها متحرك مكتبا حرف المتحركة كل مرة هم يهم الفاولز في الحال دي لازم اضاعها في الحرف الاخير قبل ما احط e r او asd ضروري القاعد التلاتة دول يا شباب تعالى بقى نطبق عليهم علشان نفهم اكتر وركز معايا تعالى نبدأ بالمنار بالبهر الاول انه هو بيقول لي which sport do you think is that احنا قلنا زا بيجي مع الحاجات الاخيرة s t يبقى في الحالة دي هقول له must تعالى ناخد واحدة كمان listening to music is popular than احنا قلنا زا بيجي معها a e r و more or less a r و more or less مور احي طبعنا واحدة كمان cooking is the popular activities انت قلت زا بيجي مع الحاجات الاخيرة s t s t اهي list دينية سهلة واحدة كمان what is the popular activity احنا قلنا زا s t اهي دينية سهلة يا شباب تعالى نشوف حاجة كمان في اكتاب تاني لسه معاك وتعالى نشوف السيبهد كده بيقول لنا ايه في الكتاب بتاعه she is طبعا انت بتحول تحل قبلية ولو انت بطيء شوية في الحال ممكن تروح موقف في الفيديو وتاخد سكرين زي ما انا ما بعمل كده هو وتبدأ تحل ممكن تروح موقف في الفيديو she is older the oldest than her brother هنا في ذان يبقى older the orange tree is وهنا هو mango tree بقى انا بكرم بين orange tree و mango tree يبقى لزمن er ذان أو smaller ذان you have is the fast or faster or fastest boy in the class انت قلتلي زي موجودة يبقى يبقى في الحالة دي انت هتحط est t فهتقوله fastest that's the that's the انت قلتلي زي بتحب الاخيرة city most expensive dress in the shop the white core is the most more the least expensive than the black core انت قلتلي في زين زين بتحبي more less or any more my grandpa is oldest one in the family يبقى هنا هو is city بتحبي مين there who is في زين يبقى تاخد طولر who is one in the family يبقى هاقوله the tallest مين اطول واحد في الاسرة بتاعتك which story in the library is يبقى اي قصة في المكتبة تكون الاكثر اصار يبقى the most exciting swimming is popular activity يبقى هنا هاقوله is the least the least هنا بقرن ما بين السباحة واي رياضتين black football is popular than في زين يبقى تحبي the are يبقى هاقوله more which hobby is more relaxing the least relaxing less relaxing less relaxing يبقى اي رياضة تكون the least relaxing مش less relaxing ولا more relaxing عود نفسك كده نمر و لسه دول لازم يبقى معاهم زين cooking is popular activity هاقوله the least هاو لسه بقولك لسه لازم يكون معاهم زين بكده يا شباب احنا خلصنا الجرامر بتاع unit 5 في 3 capsules دول capsule 1 capsule 2 capsule 3 في unit 5 في الكنيكت بلاس استأذنك 3 كابسولات دول احفظهم معاك ل unit 5 يلا بينا نعمل capsule 4 على unit 6